السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت ستة كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود بالعقرب ورح يظل موجود بالعقرب حتى تمام الساعة التسعة وثمان دقائق مساء يوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة واثنعشر دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل بعديها لمنزلة القلب منزلة القلب هي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته خلال هذا اليوم ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا من حب يا بن كره يا بن تقرب يا بن بعد يا بن تواصل مع الغير يا بن قطع العلاقات يلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن ينفجر عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو مراجعاتها أو حل قضايا أو مسائل إلها علاقة بالضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم برضو جيد للأمور العقارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي الزاوية الوحيدة والأخيرة اليوم هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ابنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء إمن التجهل تغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى خلال هذا اليوم ولكن مراجعات طبية فحصات تنظير أشياء من هذا القبيل ما في أي مشكلة عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج، الإحليل، الغدد التناسلية، المبايد، البروستاتا، عظم العانة والجينات هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية، باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لا إلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج العقرب، خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد سبعة واحد بيبدأ خلو المسار الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساءً وبيستمر لغاية الساعة تسعة وثمان دقائق مساءً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها إلى برج القوس بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال، طبعاً اليوم عمر القمر خمس وعشرين يوم الساعة اتناعش منتصف الليل القادمي، اللي هي السبت على الأحد، نسبة إضاءة القمر أربع وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد، سعيد الآن بنسبة خمس واربعين في المية، ساعات الصباح سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في العقرب حتى يوم الغد سبعة واحد، سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية، ساعات الصباح منتحس بنسبة عشر في المية، ساعات الظهر منتحس بنسبة أربعين في المية، ولكن من ساعات العصر، بتبلش تتناقص النسبة لغاية ساعات المغرب تقريبا بيرجع سعيد بنسبة 15% عطارد في القاوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في القاوس حتى يوم 23-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم اليوم عالية شوي واليوم التركيز رح يكون على الأمور المالية المشتركة اليوم في فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريصة على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من كل المعطيات قبل توقيع على عقد أو مشروع ممكن تهتم بمسألة عائلية رح تظهر على الساحة بشكل مفاجئ مرضو انتبه للأمور المالية وما في داعي للمغامرات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حاول أنكم تحفظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لأن القمر موجود يعني مقابلكم تماما وهذا الإشي بيضعفكم وبيضعف طاقتكم فعشان هيك بيعمل نوع من أنواع العصبية أو التسرع فلا تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة يعني نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر أو حتى تتحسس بسبب شكوى من أحد الأطراف أهمش أنك ماتيئس وكون صبور وحاول أنك تضبط أعصابك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تسمحوا لأي شخص أو لأي أحد بالتشكيك بقدراتكم ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ولا تتشبث برأيك استمع لأرى الآخرين بهدوء ورهوية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح اليوم في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أنت بحاجة يعني لا نوع من أنواع الطاقة للزيادة لأنه اليوم مميز لازم تستفيد منه بكل شيء وأنت اليوم رغم كل الضغوطات اللي موجودة عليك إلا أنه أنت مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسائلك ولا التواصل مع محيطك وعند قابلي إلى هاي الأمور فلا تخلي شيء يأثر عليك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يهتم بمسائل تتعلق بالعقارات أو بالبيت أو بالسكن بتميلوا للتقارب مع أفراد العائلة ولمد يد العنلة إلهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة عليك أنك تمسك أحصابك فترة متوترة جدا ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة صحيا أو بعطل منزلي أهم شيء برضو ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار الأجواء داعمة لإلك بقوة خلال هذا اليوم في منك رح يتم بموضيع العلاقة بالسيارات أو الإلكترونيات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات اتفاعل بالخير وانطلق واسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن العلاقات في بعض الانشغالات ممكن تكون على الصعيد المالي أو على الصعيد العائلي بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم نشاط وحيوية وبينجذ بلكم أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادر لخطوة جديدة من شأنها نهى الدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك تستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب كنت بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة تنطلق بمهمة طال انتظارها جديد ورح يدخل حياتك خلال هذا اليوم فلازم تكون مستعد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتجتازه بصورة عمي يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للرحة حذروا من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض قليلة فما تجازف بانتظارك اليوم نوع من أنواع التأخير أو الفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط مواعيد مهمة بنصحك اليوم أنك تعمل بشكل روتيني بدون ما تبادر بأي شيء جديد وأضبط أعصابك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطه اليوم اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم مش أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب اليوم بتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في دخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارة ونير رضى المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أو ممكن شوي في بعض الأمور تستفزك فما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ يعني ما أعتبر هذا اليوم هيك في نوع من أنواع التحدي فعشان هيك حاول أنك تضبط أعصابك ما تكون غاضب ولا عداي وحاذر الخلافات ممكن اليوم تكرم أو تحصل على فرصة مهمة إذا التزمت بالتعليمات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم رح تنشطوا بالاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد وممكن يصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا يجراء مقابلة في بعض موليد برج الحوت ممكن يفكروا بموضوع سفر أو رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوية لشيء كان أرقك بالفترة الماضية بتهتم بهواية جديدة وبتكون حيوي ومتعم حمس لمتابعة المساعي وكمان عندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء